أعزائي الكرام أعزائي الكرام السلام عليكم قبل ما بدأ بغيت نقول للمتابعي قناة بغطات في اليوتيوب اللي كيقولوا رغبرتي بالصح كان تعطل شوية ولكن ركين حلقات حصرية القناة طوب تيفي تقدر تدخل تشوف شي فيديوهاتي اللي بغيتي شكرا بالنسبة للصفحة أجنة القوات السرح بلا ما يقولي شي واحد ركا نغبر عليكم حيث ديما معاكم ومعاكم ديما خالقين السعادة بوالو وأخرا بنت واحد القناة مغربية جديدة بمعدات وجودة عالية كتفرحنا نحن كشعب حيث عندنا الخاصات في هذا المجال ومشي غير هذا المجال وسطوني شرسائل في باريد الصفحة فيهم واحد برنامج جديد علينا كمتابعين مش تتفرش بشي حلقات بل يدك شي جديد نيت حيث شي حاجة عمرها كان في تلفاز المغربية وسلوب جديد وهيت مهيت للجراء عنوان كي يقولوا عليك نتا سكر مطرز الرافع زعمة في شرحي دي زعمك تعوم في الشرعب حتى لا تقولوا شي فقعنا على زعمة كي نكون محايدة سؤال عليكم كيف جاءكم هذا البرنامج وكانت الأجوبة كثيرة لم تستطيع أن ندوز كل شيء ولكن أخذت بعض الآراء المختلفة وبها سنبني هذه الحلقة نبدأ بالتعليق المحمود والحمد لله ليل خاص ليش لا تعالك تريد أن نقرأ عليكم أغلبية عنده من نفس الرأي هو هدو حامدو غير دخيلة على مهنة الصحافة المشكلة لما يورك عليك بقوة صراحة برنامج عشوائي مختلفة تشعر من الحلقة تشعر محسنا في رأس الدرب يا أخي تشعر إلي حانة الصالون التي تتعطى أن العروسة توجد وجهك في الحبوب ماذا وجهك في الجرم مستعمل. أن ينظر كيف يترجمك لقد أجعلنا بأن الحلقة أعطاء تطعم الجرع كيف ينغطني لا، أريد أن أجعلك führتك أن أريد ماذا أحد أجعله или لا السيود قال لي نا ماذا رأيت أن أرزل وإن تلعبا أسئلة خارجة جماماً عن مهناة الطيف الإفتقار التام للمهنية والليجاك يضحك عليه بين قوسين باختصار خلق البيوز باش مما كان عندك شي فيديو نشوفه كينا مشاركة كينا مشاركة وره لي نشوفه أدو المشكل الأول هو كتقول شي حاجة من رأس ما كينش دالي لها دارتك إما خلاها طارق البخاري قسم من بالله إلى 99% من الكلام اللي قلت تخرب وللي قلتك سيد أقسم بالله أنا فهمت اللعبة ديالكم لكي تستفز الضيف اللي جاي باش تخلقوا البيوز والفورجة ولكن ما هكذا تحلب النوق يا أختاه لكن حيث مرتين يفش فيديو ديالي وخمع جبنيش بدك شدان في تجراء حيث تباليك اللي غادي حقد عليها غير حيث تبالي الانتماء دياله بوحة طريقة مستفيزة خريب قدر بقعه من غير هذه النقطة ترفع لي القبة على مدار فد الحلقة لأن مستوى البرنامج يصلح لي بحالة الأجوبة أعم عنك الصحة هذا الشيء اللي قلت أعتبار نجوميتك لا أحاول لا لا أخبارك كلها ملاحظة لذلك الناس الذين يعجبون هذا البرنامج حيث فيه القاسح ولكن ما سميته بدون مونتاج أنا معاكم مزيان يكون عندنا براميج فيهم القاسح ولكن الحاجة اللي ما كتبانش لك هو هذا البرنامج فات القاسح لها هذا يقدر يشت تشمل العائلة على قده لا لا أبدا كل ما أعونك أن الأستاذة لا 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 حيث هي الصغيرة زيدي وضحيا حيث تلحنفتي هل هذا يوجدaux لها البرنامج الجرآ في الأعلام و sacred رقابة أخرى تصبحنا للأجمور حيث لي يريدون من manche الحاجة حيث يليدي殺 الحاجة وفقط ووسدري وبسعب أينو هذه الأجمات لا نعرفه لكن نفسه لا بإطلاق Manchester au ReBir لم أقابل هناك في كل مر لا دوزي لشي تساؤل لي هو مهم دوزي دوزي لشي حاجة مهمة أخينا ندوز الكذابة تساؤل مهم عمر كدرت علاقة معدنت في المراهقة لا اذا مشي راجل اذا انت تشجعي على العلاقة خارج إطار الزواج دبعلي بالي أنا الأخت بوشرة هو أنك خصك تجيبي ضيف انتي تحكمي ماشي هو يحكمك حيث لا هذا ولا هذا ولا هذا دعقوك صعيب الحال تبغيت تمرقل بشي واحد ويقول لي قالبالك على ظهرك أدنعقف أنا خنق أدنعقف أنا خنق هل تقول لك الريفيرنس في الولدرتي إنتز في حياتك؟ لا أدنعقف إذا كنت أقوم بإنتز ألاف سؤال هذا وروجه حسي بي قلب خاطره تفوع على نيفو هذا ما يشرح الكاميرامان هل تأتي بادوك صاماد أو عبد الصاماد من الذي يبدأ البرنامج وانت تسأل لي أسئلة لا علاقة لهم مع الشهرة ديالله او ماذا يديرك شخصية محيحة في الويب ما احتراماتي لك وكما قال من واحد في التعاليق الرمداني كان يظهر البرنامج أحسد بمليار مرة ويستفز الناس لم يحتاج يدخل معهم البيتنعاس والمسائل الشخصية ويستفز البرنامج أنت ستزوج بالسوسية لماذا لا تزوج بها؟ هذا ما يديره ليس لديه علاقة بالمهنية أو بمهنة الصحافة لأخبيل المرميد يأتي بذويوف ويخنقهم تعرف سيكامال بأن هذا هذا برنامج مسؤول ولا يلقى فيه الكلام على عواهيني كل معلومة وردات ستدعمها بأكيدات ووطائق ستزحق كلها إطارة وتشويق وعمرك ستسمع عنه ستسكتوه ستجعلني نكمل حضراتي ستسكتوه ستسكتوه ستجعلني لأولي الضمير أنت شاهدته؟ انت Mulhock دعني نكمل نكمل ماذا يمكن ستقالي لكي انت أخبري لماذا تريدو ستجعله وحدقفة تليقه ما الدين باريء من الأشي الذي تقوله أبو بكر السدق رضي الله عنه ماذا قالت ؟ كم عليك ؟ كين لليك كين العنعان كل شيء كين لليك يقول عنعن عنعن خسر لك الدمرور بالله تي الخميرة ما تخمر هذه الخبز لا يأكلون أيها المغاربة ايه وشرك يخمر الدماغ لا يأكل أيها المغاربة صافي أحي تكون ناكل الخميرة راشتره بحلال وانا كنقول ليس كيريا كي يأكلون الخمارة ذي الفاني هناك فرق كبير بين أنك تكون قاسح و تعطي العصر بدون لغة خشب و بين تكون قليل أداب و لم يربح من هناك يعلقك من هناك لحيا رجل قد ودرك ولا أحتاجنا أن نتعامل مع هذا القلة الترابي أعرف ما تجوش شيء هل كنت عادراء؟ و ما عندك سأتحشمي؟ سأتحشمي جميع المفتصر بعد أنك سأتحشمي مع المفتصر و سأتحشمي شخص لك ثم سأتحشم من ببا و سأرى هذه البرنامج و دبا سأتحشم في أحد السيد و نلقى مع السيدة في طونابيل و أثمتها في طونابيل أو في بارت لا نحن أنك مشكلة و ما هو للمفهم؟ لا 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 مفهم ماذا للمفهم؟ لا مفهم؟ ما هو للمفهم؟ شارحي أتحشمي من شرحي لقد شكتبه السياسيين وخحته ومكتي تقلع عليهم الحياق وش حال من واحد اعطاك عليك الدوري والانسان اللي ماشي معقول وماشي مستقيم مثلا هضرش معاه ومثلا احترمه شو انتي بالدبط بان احترمك اه وانقول لك عليك انك يحترمك الجمهور غير حيث ما كي حمله السياسيين ولكن دابا من وليتي بغى تطلع على مشاهير عندهم جمهور غادي تخلصي الداربة غالية وركشفت كل شيك يسب وادشي ما شيف صالح قناتي الله بادية ويجب ان تجيب واحد السياسيين جديد سوف يدير بلاسته في القارب ان شاء الله الى حد فوات البرنامج ديالك مع احتراماتي المتابعين راح حاولت بما امكان ما نطيحش النيفو ولكن الغاية تبرر الوسيلة الرجال اللي ما تجيبوش البليزير ديالكم وتقول لكم سمحوا لي لسببت لكم في احراج كنت من نوم الله ما تتعود وقبل ما نسالين بغين دووز رسالة الاخرى شيدني اني مدير القناة اللي ما يخفاش عن المغاربة وخدمته جبارك الله كتهدر عليه بل اللي احنا تاقين فيك هتقدم لي ان كل ما هو احسن غير تجنب بحلد اخطاء اللي دون المساوة انا مشي من عادي تنهاجم الاشخاص انما كانت لقى تسرح وغير الضحك وبوشرة تعاملت مع ابو حد اسلوب اللي كتتعامل بي مع الضيوف دياله ورسالة مالا انضربك بسلاحكم بدنسول شي اسئيلة ما عندنا من ديرو بيوم كون باك شكون مموك شكون خالتك على شدوك السياسيين كتيك دخلت البرلمان وتمرقلي بهم ونقول لك وش دقتي فلوس الناصرين اللي سوالت علوم البخاري قضية بنشرق اللي مازالت سيت ومشاف مره غدي يحتيافلي ولي غدي بمره انا عندي شو 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 ش بيوم انا نتقل لهم بنا اوه 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 انا لم يكن لديهم بني رأس الحاجة عدنا في هدبت البلاد ينطيحوا الباطل على ابنات طولت شو في الحلقة ما يحيش عندي مشكل مع بوشرة او ما شي حاجة لا غير حيش كاين ديفان كيقولوا لي بلير الفيديوهات كيجيوا قصار كينشي العيبات ماذكرتونش فهذا الحلقة خليتهم الجزء الثاني وتساهل الجزء الرابع وشي ميش باش هادا كاظو دي للعيد اهلا اهلا بالعيد اه وما انساش عيد مبارك سعيد لأي واحد شافت الفيديو حتى اللي ما شافوش الفيديو وللأمة الاسلامية اجمعين وكي ديما انختموا ب تالاو